ثمانية وخمسون يوما منذ دخول القيادي بحركة النهضة وعضو جبهة الخلاص المعارضة الصح بعتيك في إضراب عن الطعام داخل السجن هو موقوف على ذمة التحقيق منذ الخامس من مايو آيار الماضي بتهمة تشكيل تحالف لغرض غسل الأموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير مشروعة تدهور حالته الصحية دفع بقيادين من جبهة الخلاص إلى توجيه رسالة تطالبه بفك الإضراب المسألة انطلقت في عام 2016 وقال فيها القذاة كلمته ووقع الصلح مع الديوانة ولم يشمل السيد سحبي عتيك أصلا اليوم يوقف بأي موجب الإيقاف التحفظي هو قرار استثنائي يتخذ لحماية الأبحاث عن أي أبحاث يتكلمون أبحاث انتهت وصدرت فيها أحكام لا وجود لشيء سوى الانتقام السياسي لذلك سيد عتيك في إضراب جوع منذ 58 يوم للدفاع عن عرضه والوقوف في وجه البطش السياسي معتقل رغم ثبوت براءته تقول جبهة الخلاص المعارضة وتدين تواصل الإيقاف التحفظي في قضية تعود أطوارها إلى سبعة أعوام ولا ترى فيه غاية سوى ما تعتبره انتقاما من معارضي الرئيس التونسي قضية المعتقلين السحبية وغير السحبي بلغت مرحلة سلبياتها على السلطة القائمة أكثر من سلبياتها على المعتقلين لأن السلطة أدخلت البلاد والقضاء في مأزق داخلي وحتى أمام الرأي العام الدولي وفيما تطالب المعارضة بالإفراج عن السحب عتيك وعن عشرة سياسيين موقوفين بتهمة التأمر على أمن الدولة وتتمسك هيئة الدفاع بأن التهم سياسية قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بيتونس تأجيل النظر في مطالب الإفراج إلى جلسة الثالث عشر من الشهر الجاري